موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومرحبا بكم مشاهدين الأكارم في هذه الحلقة من برنامج أنيس القلب ضيف هذه الحلقة من برنامج أنيس القلب واحد من أفضل المقرئين داخل وخارج أرض الوطن إمام من أئمة القراءة ضيف هذه الحلقة أيها الأكارم فضيلة المقرئ محمد يوسف الهبتي سي محمد يوسف الهبتي مرحبا بك في برنامج أنيس القلب ورمضان كريم مبارك الله فيك الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمدين وألي وصحبه أجمعين ما بعد شكر الله لكم حسن استضافتكم وعلى هذه الدعوة المباركة من هذا البرنامج المبارك أنيس القلب الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن مؤنسا لنا وأنيسا لنا في الدنيا وفي الآخرة ومبارك الله فيك ورمضان مبارك عليكم وعلى المشاهدين نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيده علينا عواما مديدة إن شاء الله نحن نتمتع بالصحة والعافية أن يتقبل منا الصيام والقيام وأن يحشرنا في زمرتي خير الأنام وأن يجعله رمضان نصر وتمكين لإخواننا المستضعافين نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصرهم وأن يديم الفرحة والسرور على الأمة الإسلامية وعلى بلدنا الحبيب سي محمد يوسف بغينا رجع معك شوية الطفولة ديالك المصار الدراسي ديالك كيف دوز سي يوسف الطفولة دياله الطفولة ديالي كانت كسائر الأطفال إلا أنها كانت ممزوجة بحفظ القرآن فالطفولة كانت عندي الطفولة مع القرآن الوالدة نسأل الله سبحانه وتعالى ويبارك في صحتها كانت تسأل الله سبحانه وتعالى قبل ما انتزادوا أن يرزقها أبناء حملي لكتاب الله فحقق الله لها مرادها فنعم بعد إرشاداتها وتوجيهها وتوجيه الوالد سأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيهما أن يحفظهما الله يحفظهم ويبارك في العمر ديالهم كان بالتوجيه ديالهم فكنا احنا أطفال صغار خد بيدنا العم دياليسي محمد الهبطي الذي يشرف على مؤسسة خاصة لتعليم العاتيق فحفظنا فيها القرآن وكان عندنا ما كنا شكل لعبوا بززاف كنا نهار ديالنا ربع والخميس فكانت الطفولة ديالنا ممتلئة بالجيد والاجتهاد حتى نحفظه كلام الله سبحانه وتعالى فوفقنا الله سبحانه وتعالى لذلك كما نسأله سبحانه وأن يوفقنا للعمل به سي محمد يوسف موقف أوقع لك في الديار الأوروبية وبقراسيخ في الدين ديالك وأتصار فيك هي مواقف بزنفق أسما وقعه لكن آخر ما علق في ذهني وبقى يعني في البلد ديالي الحمد لله أنشأت أكاديمية للتربية والتعليم وديرها أكاديمية الماهرون الله يبارك فيك ويحفظك الله يفتح عليك فوحد الموقف وقع لي لصعيب في الحقيقة كنت في درس مع الأبناء أبناء الجالية طبعا أبناء الجالية المسلمة على اختلاف جنسيتهم فكنت كنقرهم أركان الإسلام فقلت لهم تعرفوا بلدتي أركان الإسلام ما عرفوهم شيء هذه اللولية ثم قلت ربما هذه أركان الإسلام هذه باللغة العربية وكذا تحتاج إلى تبسيت وكذا نقول لهم بالدرجة ونترجم هلهم أيضا باللغة الإسبانية نعم ترجمت هلهم قلت لهم وخانا نقول لكم أركان الإسلام أولا الشهادتان إقام الصلاة تعرفوا شنو هي الشهادتان قلت لهم ربما تهي عود باللغة العربية يرى أن نقول لهم شنو هي الشهادتان وما يكملوها فقلت لهم الشهادة يا أشهدوا أن لا إلا الله وأشهدوا أن محمد نزيد فكان تفاجأ أن الأبناء ما يعرفوش حتى الشهادتان شنو هي والأكبر من هذه اللي في الحقيقة والله أنا واقف وكان ارتاجف من داخل هي أنني كنعلم هلهم وكان نطق هلهم وما كيقدروا شي نطقوها وكان ينطقوها بصعوبة جدا كأنني كندخلهم للإسلام هادوا شكن هادوا أبناء فاطمة وأبناء العربية ومحمد ومن هاد المنبر كانوا اجهر رسالة من الآباء الأمهات فيما كانوا لا سيما في الديار الأوروبية اهتموا بالأبناء ديالكم لا سيما بالشأن الديني ما المسألة الدنيوية هذه ضمينها لهم ربهم سبحانه وتعالى ما قال نحرزقكم وإياهم نرزقهم وإياكم فكان لقوا بزاف ديال الأباء والأمهات كي يجتهدوا في المسائل ديال الدنيوية للوليدات ديالهم وكي يغفلوا على أعظم شيء للمسألة الأخراوية رهمي ممكنش يكونوا الوليدات عندهم 12 عام أو 13 وما كيعرفش يقول حتى أشهدوا أن لا إلى الله محمد رسول الله ما كيعرفش أنهي الصلاة ما كيعرفش حد يلا الركعات ما كيعرفش طبعا إحنا كم دراسة يعني لابد أننا نعلمهم هذي المسائل ولكن من الدرخ ثم هذو هذو بحل يقول لك هذو مسائل بسيطة يعني مسائل بسيطة جدا فلذلك هذه رسالة جميع الأباء والأمهات هتموا بالأمور هذه مسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى لمن بيصلك يقول كلكم راعي وكلكم مسؤولون عن رعيته ستسألوا عنهم أمام الله هذي الأبناء ما شيء ستسألوا عنهم واش لبسته واش كسيته واش لبسته أسبر ديلاد نايك وكذا أرى هذو مسائل غادة توفرها له لكن واش علمته الصلاة واش علمته المبادئ دي الإسلام الأخلاق الأداب واش مي غادي تموت في القبر هتخلي دك الذرية وتطمأنه ولا لا هذي كل واب وكل أمخص يكون عنده هذا هو الهم وهذه هي الحاجة اللي كتشغل الذهن ديالهم فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم وأن يحفظهم هذا هو الموقف اللي صراحة بقيت بقيت مغيار وبكيت صراحة سي محمد يوسف شنو رأي ديالك في واحد ظاهرة اللي رجعت من تشرب مؤخرا اللي هي الشباب اللي ما كيصوموش رمضان رجعت واحد ظاهرة عادية الواحد كيقولك أنا ما كنصومش رمضان وهو صراحة هو الخاسر لأن هذا اللي ما كيصومش هذا ما ما كيأديش وحد الركن من الأركان ديالالإسلام وهذا الأركان الإسلام لابدان تؤدتكم لا ما يصومش إلا إذا كان عنده شعوذر أما ما يصومش هكذا استكبارا على الله سبحانه وتعالى فاربي غاني عليهم على ذكي الصيام دياله وعلى ذكي العبادات دياله سبحانه وتعالى لا تضروه معصية ولا تنفعه وطاعة وإذا بس حبلو إذا صام غادي غير شحاجة في ملك الله أول إذا ما صام غادي غير حاجة ملك الله ربي غاني عليكم على الإبادة ديال كنت هو الخاسر في الأول والأخر هاد الشباب هم اللي خاسرين لأن ما تشرف شي وما حصلوا شي الشرف أنه يكون من جملة من ناداهم ربهم سبحانه وتعالى ياه الذين آمنوا كتب عليكم الصيام وكما شرفك ربي ونادك بالنداء ديال الإيمان كتب عليكم الصيام وكما كتب عليهم قبلك من علاكم تتاقون ثم النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هؤلاء يعني هذا الصائمين هدوا أعد لهم الله سبحانه وتعالى وحد الباب في الجنة اسمه باب الريان كيدخلوا له غير اللي صاموا فهذا ما كيصومش محروم ما يدخلوش فهذا اللي ما كيصوموش هما الخاسرين خاسرين في الدنيا وفي الآخرة ونحن لا يسعنا إلا أن ندعو الله سبحانه وتعالى أن يهديهم الله يهديهم الله يوفقهم كين بزاف ديالنس الأعمال هدى الطاعة هدى لا يوفق لها إلا من وفقه الله الإسلام رمك يؤديهم غير اللي وفقه ربيه وبغاه حبه كين من ناس اللي اعطاهم الله المال كتيرا ما شاء الله وما كيؤديش الزاكا اللي هي حق من الحقوق فاشكول الخاسر الخاسر هو فهمت كيفاش فانسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم الله يوفقهم الله يهديهم يصومو الصيام رأم زيان صوم يصومو رأى تنصى طبييا وصحيا اه وشنو الله يهديهم الله يهدينا ويهديهم شميعا سي محمد يوسف نبقى مع لحظة قرآنية وبغيتك تختار صورة من الصور الخمس لحدك بسم الله أساستي بسم الله نشوفه سورة القدر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إننا أنزلناه في ليلة القدر وَمَا أَدْرَكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنَ الْفِ شَهْرِ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالْرُوْحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِّنْ كُلِّ أَمْرِ سَلَامٌ هِيَا حَتَّى مَطُرَعِ الْفَجُرُ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ السي محمد يوسف رأي ديالك في الناس اللي كتلتاجة للسحر والشاوادة في شهر رمضان المبارك لا حول ولا قوة إلا بالله هذه الظاهرة هذه خطيرة جدا ومنتشرة وللأسف شهر رمضان هو شهر اغتنام هذا الشهر اغتنام الفرصة راكين فرص كيعطيهم الناس دي ربي مجانا وهدي من رحمة ديالله سبحانه وتعالى بالعباد دياله أنه كيعطيهم مواسم كيكون فيها ديالك الأجر مضوبل بحال الناس اللي كيتاجروا كيكون بعض المواسم فيهم الصل ديالك تخفيضات وكذلك احنا عندنا هاد المواسم هادي العمل كيكون فيها مضاعف الأجر فكيفاش الإنسان يعني طول العام هو كيرتاكب في المعاصي والسيئات والذنب ويشعوذ وكذا ويجي هادي الموسم هذا في عوض أنه يلتجعن الله ويتبن الله ويستغفر الله وتكون هاديك هي الانطلاقة من ذاك شهر المبارك هو يزيد الطم ويزيد يكفسها وللأسف هؤلاء الناس ويشحال شتتوا من أوسار ويشحال ضيعوا من شباب ويشحال ضيعوا من ويشحال فرقوا بين الزوج والزوجة ويشحال آدوا في الناس صعيب هذا الأمر هذا ديالشعوذة خطر جدا 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 خطر الدينيا ودنيويا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى كهنا لأتى شي كهنا ولاش عرف وصدقوا آمن براقل وقد كفر بما وزيلا على محمد رأى مشكلة أنك تمشي واتيق ديالناس ثم أنك تآدي الناس تآديهم الأدية ديالناس شو عملوا لك علاش وهذا الأمر هذا دائما كيكون المنطلق دياله الحسد دائما الحقد والحسد والغل هذه حسدت هذه حي تزوجت وهذا كرزق علي يدك نسمى قل يا رب يزوجني بشي زوج صالح قل يا رب يرزقني بشي زوج صالح أنا بشي تشعود وراء وخات تشعود وتشعود إذا كنت أكتب لك ما تزوج شيرات ما تبقى هذا لا تبقى رأى شوف الزواج والخدمة والمل هاد مسائل أرزاق عباد الله هاد مسائل أرزاق أدعين الله سبحانه وتعالى ولتجأل وقل يا ربي أرزقني يا ربي الخدمة يا ربي كيفما أرزقتي هاد الشب فلان فلان يا ربي كيفما أرزقتي أسامة العامل وكذا وصحافي يا ربي تاني وقت نقول صح يا ربي وفقني يا ربي ماشي النود نحسد ونحقد ونغل وذك شي آه وكي جور ذك شي هادك أنا قلت لك هاد شي ناتج على الحقد والغل والحسد أو الانتقام نعم لا 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 حتى بين الأزواج إذا الله سبحانه وتعالى شوف أرى ربي أرى ربي عدل والإسلام دينا مزيون بزاف حتى في المسألة دي الطلق الوين يتفرق يغن الله كل من ساعته ما تفهمين شي الله يصلك أمر ما تشعود لما يشعود لك آه فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ينعيشوا مزيانين ينساليوا مزيانين بإحسان هذا ما للآساف هذا الشي اللي وصلنا له أخرعيك يطلقوا لك كاذا كنتمشي تهضر في المواقع التواصلية وأعرض بالناس للإفشاء للأسرار للبيوت أرى موصيبة وصلنا له نسأل الله سبحانه وتعالى الله يرد بنا الله يرد بنا والله يهدينا وهذه المواسم هذه مباركة الإنسان يغتانم اللي يعملش حاجة مزيانة وكاذا كلنا كاملين عنا الدون وكاذا كلنا كاملين وكاذا كلنا صبراصي لا لا كاملين ولكن كون رمضان فرصة للقرآن رمضان زلوا بالقرآن التوبة للغفران الإنسان يرجعن الله سبحانه وتعالى وربيك يتوب قل يا عبادي الذين أسرفوا عن موسم لا تقناطوا من رحمة الله وستنم هذا الموسم هذا الله يهدينا وديهم والناس لكي تشؤون هذا الشيء الله يهديهم الله يهديهم ويرد بنا وبيهم بليه كنسمعو كلمة فقي كتجي في الدهن دينا شخص كبير عنده اللحية ولابس جلابة واش كتشوف أن الإمام في هذا العصر خصو يبقى على القلب المعروف به أو يواكب هذا العصر الإمام لا سيما الشباب الأئمة الشباب خصوهم يواكبوا العصر لأن الخطاب الديني لا بد له من تجديد لا بد له من تجديد وخصوه في كل شيء في الخطاب في اللباس في كل شيء طبعا اللباس ما يلبسش الإنسان اللباس اللي يكون هو محرم شرعان واللي كيبين مثلا العوراء أو كذا ما يلبس سروال يلبس كذا يلبس قميد جال يلبس كبال يلبس هذه ما كين فيها إشكال بالعكس أنه يواكب لا بد للإمام أنا كنشوف الإمام خصوه يواكب العصر باش يقدر يوصل للشباب أما إذا ما هو يواكب الشيء العصر وقاله ما يقدر شيء لأن الشباب كيشوفه نعم الفقيقي يمشين بحار كي عمب شورت لا يمشين بحار واش كين شيء ايكا تقول الفقييمة فيش البحار واش كين في الحديث يمشين البحار يكون محترم وتمارك الله إحنا عنا يا شواطئ مزيونة ونقية وهذه رسالة يخليو هالناس نقية ذاك الشواطئ هي من يوصقوها شيء بالعرا وكذا اللي بغي يتعرش يشوف شيء بلاسة ذا العرا ويتعرش فيها مزيان مع رسو ولكن كين بعض المناطق هنا عنا في شمال المملكة مزيونين ما شاء الله خصوم يحطاف نعم عائلية وكيمشوا لها العائلات وكذا مزيان مع رسو ويعمل فيه كين مشكلة ويقول اللي يركب الجسكي دا توفر ويبحر مع رسو ويدور مع رسو ما الإمام رأي بحاله بحسائر الناس رأي ما كين شيء بها الناس مرأي خصوم يعملون الإمام هكذا ينظروا الإمام بهذه الطريقة هذي كانوا الإمام خصو يشوفوا عفل المحرب صافي ما يشوفوش من غير المحرب سي يوسف نسق سكو سؤاله مرأي خصو يتقاضك يتقاض مع هذا الغلاق اسم على مسمى اسم على مسمى ربما أنا في المغرب عندما قيل تلتالف درهام لا تلتالف ومئتين درهام إنها كافية لوحد الإنسان حامل كتاب الله تعالى ما هي ما كافية شيء مرة أنت واحد ما تكفتها في هذا الوقت هذا ما كافية فين كافية تلتالف درهام فيك ألفية خمسالف تلتالف درهام في هذا الوقت هذا الغلاق الأسر واللي عنده تلتالف درهام ماذا المبلغ هذا صراحة الله يجب إعادة نظر فيه الإمام لابد أننا الإمام بسنا نعرف ما هو الإمام فعلا يحفظ لنا الأمن الروحي ديال الوطن وينشر الوسطية والاعتدال لابد لنا أن نقدره ونعطيوله المبلغ اللي يكفيه باش يجتهدنا في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ومن خليوه شيء باقي عنده خاصص ويلتجأ شيء يعني ندك اللي يالي وكادا ويطمع باقي نظر في الجيوب ديال هذا نظر في هذا الجيب ونظر في هذا وفلان عنده لا ما يتصدق على الفقه الصادق الفقه ما شيء محل ديال الصادقة ديال الناس جمعوا هكذا وعملوا الليلة وعملوا كادا يا الله سألين هاك هاك واش كي يسعى عليك الفقه لا يسعى عنده كرامة خسنا نصون له الكرامة ها يعني من ناحية ديال المجتمع لا في المجتمع ولا يعني على صعيد الدولة أخصهم الوزارة يزيدونهم شي شوية في التامان ويتهلوا فيهم ويغنيوهم لأنهم يستهلوا أهل القرآن ربي كرموهم ربي كرموهم حنا يمن كرموهم لا سي محمد يوسف نبقى مع لحظة قرآنية ثانية وبغيتك تختار سورة من الصور الخمس بسم الله خير الأمور أوساطها شوفوا الوسط هنا سورة العلق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك لكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إِنَّ إِلَى رَبِّكَ الرُّجْعَى أَرَايتَ الَّذِي يَنْهَى عَبْدًا إِذَا صَلَّى أَرَايتَ إِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَى أَوَمَرَ بِالتَّقْوَى أَرَايتَ إِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى كَلَّا لَإِنْ لَمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ ناصية كاذبة خاطئة فليدعو ناديه سندعو الزبانية كلا لا تطعه وسجد واقترب صدق الله العظيم سيد محمد يوسف بغيتي رجع بك الزمن لعشر سنين قبل شي غلط عملته ومكرهتي شي ترجع تصلحه شي غلط عملته ومكرهتي نصلحه أوه صرحة الله شي غلط هايدا الذنوب والمعاصي اللي ارتاكبناه مكرهتيك وما ارتاكبناه مشي هذه هي الحقيقة أنا أسافي على كل معصية عصيت فيها رضي كم لين بناك نعمل الذنوب السي يوسف شنو الدنب اللي عملتي ومكرهتيش أنك تصلحه والصراحة الله الذنوب الأصل فيها أنها أخصت فقا مستورة لأن علاش لأن الذنوب المستورة هذي رسالة لا يفتح لك له هات السؤال اللي اعطيتيني اعطيتيني وحات السؤال واعر بزفة غادي نتوجهها الكاميرا باش نجاوبك على هات السؤال شنو هو ذنب بالضبط الذنوب السيئة والمعاصي الأصل فيها أنه الإنسان لابد أنه يرتكبها وهذه يرتكبها نحن باشر لكن المجاهرة بالذنب وبالمعصية هذه هي الخطيرة صحابين تيك توك وصحابين الفيديوهات وصحابين البث المباشر وصحابين كذا وعملت وعملت وكذا وتطلع تجهر بالمعصية مصيبة لأن العلماء كيقولوا الذنوب اللي كيكونوا مستورين بينك وبين مولاك هدو المظنة دي لهم المغفيرة والتوبة علاش علاش قالوا كلم قالوا كلم ليس يخافوا من نظرة دي للناس كين بعض الناس يقول لك أخور واتك يتخبع باش يعمل الذنب المعصية نعم كنت تخبعون من الذنب المعصية باش تبقى عبين وبين ربي لأن في معرض يوم القيامة يختل الله سبحانه وتعالى يختل ربنا سبحانه بالعبد دياله ويضع عليه كنفه الكنف هو السطر يضع عليه سطره فلا يراه أحد ولا يسمعه أحد وشنو كيقول له سيد ربي يا عبدي عملت كذا وكذا في ساعة كذا وكذا في وقت كذا وكذا فيقول اي رب نعم وشنو ربي سبحانه وتعالى عارف وخد تخبع وكذا ربي عارف يقرره بذنوبه في الحادث يقرر ربي يعترفه قر بالدريجة ديالنا عملت كذا وكذا يقول له اي رب عملت هذا فسعف لفلني عملت هذا نعم فيقول له ربه سترتها عليك في الدنيا وها أنا أخفرها لك اليوم سيوسف هدرنا على المشاركة ديالك في برنامج أعتر الكلام جريبة الحمد لله كانت جريبة توفيقية وفقني ربي سبحانه وتعالى بفضل ربنا وبالبركة ديال الدعاوة ديال الوالدين فشاركت في المسابقة ديالعطر الكلام المقامة في دولة السعودية وكان فيها 134 دولة ديال المشاركين من 134 دولة من أصل خمسين ألف مشارك فالحمد لله كنت من ضمن الخمسة وعشرين اللي تأهلوا بشي دوزوا الإقصائية في السعودية بالرياض بالضبط فكان عندهم عشرة ديال الفائزين في العالم والحمد لله كنا استدية المراكز مغربيا من أصل عشرة بش تعرفوا المملكة ديالنا رائدة ما شاء الله وكين قراء ومشي كنا استوصفي راه كنا من أصل خمسة وعشرين شوف خمسة وعشرين مئة وعشرين دولة هات خمسة وعشرين كنا تقريبا شيء عشرة ديال المغربة وبقوا كي واحد مر واحد كي يصفي حتى بقينا كنت بارا ومغربي مع مغربي خطلوا ما نرى بحالي كان شارك في المغرب بقي في المغرب لأن اللي نزلوا قدامي مغريبي متسابق مغربي لأن ما هذا هو الحل جبروا بشي حيدوا بعض الدول اتبارك الله بزاف فالحمد لله كم لن ما شاء الله مقرئين رائعين ما شاء الله فحصلت على المركز السادس عالميا الحمد لله وكانت تجربة رائعة جدا جدا وكرمنا غاية الإكرام وهذه رسالة حتى البلد ينخصهم يعملوا ينظموا مسابقات كبيرة كان بزاف دي المسابقات شاركنا فيهم هنا في المغرب ومبقوا شي كي تتعملوا شجعوا الأبناء على تلو دي القرآن على تحفظ القرآن وكان مسابقات دي للضحك يا الله دست وحدة دي للضحك دابا ودست وزاف دي الحاجة ولكن المسابقات جويد ما كينا شي صدروري تنظم بشي الإنسان يعتني بكلام الله سبحانه وتعالي أن المغرب دي نتبرك الله ولاد وفيه الخير وفيه البركة فكانت تجربة رائعة جدا 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 وشرفنا المملكان سبحانه وتعالى الحاج محمد يوسف الحمد لله هي في الحقيقة كانت أسرار ببركة القرآن والله لا أسرار عمرك وانتظن أنني غدين أعتمر يعني أن توفق من العمرة فاعتمرنا الحمد لله ثم أدنا مناسك الحج اللي كانت هدية دي المالك سأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيها هدية دي المالك دي السعودية فالعشرة دي الفائزين في العالم دي القرآن فأدينا مناسك الحاج سائلنا من الله سبحانه وتعالى القابول أن يتقبل منا وإحنا في هذا العمر والله يتقبل منا والله يوفقنا والله يغفرنا ما ماضى وما باقي هل سي محمد يوسف أو الحج يوسف أعمى محمد يوسف بارك شنو السر حامل القرآن دائما يكون ناشط وما عندوش أعراض نفسية في المقابل كان جمعا الفنانين كانت تقسيم أسئلة كانت تجبرون عندهم اكتئاب عندهم حالة حادة دي الإكتئاب والنفسية دي المشيئة ما علاش علاش هذا الفرق هذا وهو السر هو ما يحملونه في صدوره لأن الحمد لله حاملت القرآن ناشطين وفرحانين بربي وبالكلام دربي وإذا جبرت شيء مقلاق وكذا وهادي عرفوا هذا شيء مادي وصافي ما هو يسهلوا في الفقه ناشطين مع رأسهم ناشطون الفقه الله يفتح عليكم وهما ديما ناشطين لأننا قلت لك علاش القرآن كيعطي وحد وحد طاقة إيجابية كبيرة جدا جدا والله لا سعادة إلا في القرآن ولا فرحة إلا في القرآن أخر اللي يكون أنا هذا معروف لأن الطريق للشيطان رأس فيها وكي أدي انتحار الله يحفظ وكذا ولكن أخر عنده القرآن في صدر ديان وناشط وفرحان ومنشط نعم سيدين أنا جدين رحمه الله مع عمر كانت تذكر أنني دخلت عند جدين در واجبر ما يذكر شيء ويقرأ القرآن والسلك ديال القرآن وفرحان وبسيط جدا ما هو مليار دير ما هو عنده شي فلوس ما هو كذا فرحان بسيدي ربيه بالقرآن وورطنا ديال القرآن فحملت القرآن كامل الناشط فيهم ديما طلبك يكونوا منشطين يعني يوم ناشط الحمد لله نحن فرحان نقول لك بكلام الله الله يوفقنا العمل به الحمد لله الكتئاب والضيق وكذا عنا القرآن وكان فرق الناس اللي يجي عنده فيه الغم ولم وكذا نقول له قرأ القرآن ها لا بذكر الله يستطمئنه القلوب وبعده على القرآن بعده على كذا مش يجي بغطات ويجي الوسواس ويجي الله يحفظ كل شيء سي محمد يوسف فإذا قلت لك صلاة للجنازة جنازة صليتها على شي واحد وأترت فيك بكيتي صليت من مراعلة واحد الشاب أخذي واحد الصديق دي دي رجعت من المسابقة جاءوا الشاب وكان اغتنم الفرصة أنني أشكرهم بعض الأصدقاء في بارسلونة فاستقبلوني في المطار وكانت بينهم واحد الحج جمسكينة كانت مريضة جاءت من طبيب من طبيب نعم وكانت يعني في حالة حرجة جدا جدا ما كنا نظن يعني أنها تجي وبين جملة الشباب كان أصغر واحد فينا هو الأخذ الصديق دي لي 19 عام فعنق ني ومسكين وقال لنبروك ودرعني فكان صديق آخر تعنيق حتى بعد شهر وصلني الخبر دي الوفاة دي وعمل أكسيدنتي مسكين بالمطار وهذا أثر فيها حقيقة بزاف وذيك الشباب في المنظر يعني أقرب من الموت وأنه يلتقي الله سبحانه وطعال وحد الحجة لهذه بحل وليدة دي الله يحفظها ويبارك في العمر دي هذه جسم مسكين هذه اللي كنا كم لنعرف أنها في الخطر دوزت خمسي في الخطر فكان أبعد واحد فينا أنه يسبقنا عن سيد ربي هو هذا الشاب فقضل مشوفه الشباب الدنيا كيف ستردد الفعل لتلقي الخبر صراحة لا 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 وقيت رجع الفيديو وكان رجع في المطر هو الأخ الصديق وكان أول تعني قاعد 19 عام في الحقيقة يعني بحل نقول نحن بالدريج تطرش ني وتطرش الشباب كاملين كيف تطرش ني نوض من الغفلة ما يظن شي شي واحد أنه شاب بقي صغير بقي كذا أبعد من الموت رأى الموت ما تختار شي لكن نحن نشوفه أبعد من الموت هو أصغر واحد كان فينا وأكبر واحد فينا وكان مريض وعند علال وكذا مبارك الله في العمر يعني هذه رسالة للشباب أنه الإنسان يحسن لقاء سيد ربي يتوب الإنسان وكذا وكملين غرقين في الذنوب ومعاصي ولكن الإنسان يحاول ما أمكن يضبط الصلاة مع سيد ربي يضبط الصلاة لا يسراق لا يضلم الناس لا تأتي إلا بغتها لا يقدر يعرف كل واحد فينا وش يقدرون أن نوض من هنا فهذا الموقف هذا الترفية بزفة الصلاة الجنازة وكانوا صلى إسبان يعني الدرس وعبرة ماشي غير المسلمين الشباب إحتان الإسبان اللي هم غير مسلمين شافوا ذك وتأتروا والله يرحمه برحمة الله ورحمة جميع الموت المسلمين سي يوسف قبل ما نختم معك إذا قلت لك شخص تبكي عليه وبغت تجهل رسالة شخص للنقطة ضعف ديالك الوالد الوالدة الوالدة نقول لهم سمحوا لي سمحوا لي غوّدت عليكم شي مرة ولا شي حاجة ولا موي هدو اللي نقدر نقول لهم سمحوا لي الله يسمح لي منهم أنا بعد ساعة طبعة ديالي في كل عام هل ما كان نقدر نكون غوّد سئت لي لهم ولا غوّدت عليهم ولا ديكت نقول الوالد ديالي سمحوا لي بزاف وأنا بالرضا ديالكم أي حاجة بالرضا ديالهم وكذا وهدو اللي نقدر نقول لهم سمحوا لي عانا وكفح بزاف والوالدة كفحة ومرضات والوالد كافح مسكين سنوات 13 سنوات وغفرنا اللقمة العش بعيد ومغرب علينا فاسمحوا لي ما قدرت يرجع لكم من شهادك الله يخليهم لك تشفق عرصك سي يوسفى قبل ما سورة التين بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد لمين لقد خلقنا الانسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم الصدق الله العظيم سيوسف تبارك الله عليك من الأصدقاء العزاز علي بزاف وشكرا على التواجد لك في برنامج أنيس القلب كلمة أخيرة توجه المتابعين ميد نيوز على برنامج أنيس القلب بارك الله بارك الله فيك خير سمحت تعزيز غال علي وبرك الله في هذه الصحيفة الإلكترونية ووفقهم لكل خيرين والمتابعين والأحباب تسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيهم وأن يتقبل منهم تقبل منا ومنكم صالح الأعمال تسأل الله سبحانه وتعالى أن يقربنا إليه وأن يوفقنا لفعل الخيرات وأن يتقبل منا الصيام والقيام كنقول لكم جميعا وفقكم الله وحفظكم الله رعاكم الله تقبل الله منكم رمضان مبارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين الكرام وصلنا معكم لنهاية الحلقة من برنامج أنيس القلب موعدونا في حلقة مقبلة إن شاء الله مع مقرأ جديد وتبارك الله عليكم اشتركوا في القناة